اشتركوا في القناة لنبدأ معا على بركة الله سنرد بحلقتين اثنين الحلقة الاولى عندما قال لا يجب دفع الخمس الحلقة الثانية عندما قال ان الخمس مستحدث منذ 500 سنة فقط وهذه الحلقة الاولى فاعرني سمعك بارك الله بك لنخرج معا بنتيجة مهمة فلنسمع لكلامه ودليله ومن ثم نعاقب حلو السلام عليكم وعليكم السلام اشخبارك شيخ حمير ياهل ومحبا عن قسوان عن الخمس اي تفضل عن شنو هو واجب عن الخمس طيب انتفضل هو واجب شيخنا ما كيف خمس لا مواجب مواجب لا والأدلة الموجودة عندنا على زي بودل ما كيف سوبيها الأدلة هي على ما يتضح لكل متفحص وقارئ ومتبحر في علوم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يتبين له أن الخمس أسقط عن الشيعة برسالة الإمام عليه السلام الأخيرة ألا وإن الخمس قد أبيح أو أحل لشيعتنا كما سمعتم صار يفتل الناس وأصبح شيخا للإسلام محجة على الأنام ومرجعا يقتدى به وهو من أجهل خلق الله كم من أناس على شاكلته تقمص هذا الدور وملائكة الرحمن تلعنهم والآن سنوضح هذه المسألة من جذورها كل المجتمعات سواء كانت إسلامية أو كافرة نجد فيها فقراء وأغنياء فالله سبحانه وتعالى فرض في أموال الأغنياء حقوقا للفقراء هذا كتاب الكافي للكليني المجلد السابع صفحة عشر بسنده عن الصادق عليه السلام قال إن الله عز وجل جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم فالحقوق المالية التي جعلها الله على قسمين القسم الأول الزكاة قال سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة لقلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم فهؤلاء الأصناف الثمانية الذين يصرف عليهم الزكاة ومنهم العاملين عليها وجاء في كتاب الكافي المجلد السابع صفحة 354 بسنده عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال إن لو ناسا من بني هاشم أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله أن يستعملهم على صدقات المواشي وقالوا يكون لنا هذا السهم الذي جعله الله للعاملين عليها فنحن أولى به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا بني عبد المطلب إن الصدق لا تحل لي ولا لكم إلى آخره فإذن الله جعل الزكاة لعوام الناس وهي لا تحل لفقراء بني عبد المطلب فما هو الحق الذي فرضه الله لبني هاشم في أموال الأغنياء الجواب هو أن الحق الثاني الذي فرضه الله هو القمس قال تعالى وعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول والذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله ولو فتحنا كتاب سلعين بن قيس صفحة 262 ما نصه كلام أمير المؤمنين عليه السلام عن بدع أبي بكر وعمر وعثمان ثم أقبل عليه السلام بوجهه على ناس من أهل بيتي وشيعته فقال فنحن الذين عن الله بذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كل هؤلاء منا خاصة لأنه لم يجعلنا في سهم الصدق نصيبا وأكرم الله نبي وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ أيدي الناس ولذا قال شيخ الطوصي رحمه الله في كتابه تذيب الأحكام المجلد الرابع صفحة 167 ما نصه وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس تنزيها لهم من الله لقرابتهم من رسول الله وكرامة لهم عن أوساخ الناس فإن كان الله سبحانه وتعالى قد فرض الخمس للهاشمية المحتاج عوضا عن الزكاة والآن قد أسقط عنهم حق الخمس كما يدعي المتعالم أمير القريشي ولا بديل لهم عن هذا الحق لأنهم لا يأكلون من أموال الزكاة فإذن سيبقونا محتاجين وفقراء وهذا يعني بأن الله لم يعد جاعلا لفقراء بني هاشم حقا في أموال الأغنياء وفي الوقت نفسه حفظ حقوق عامة الناس بالزكاة لأنه لم يسقطها عنهم وطبعا الله أعز وأجل وأعدل من أن يشرح حق مالي لبعض فقراء عباده كالزكاة ويحرم البعض الآخر وهم فقراء بني هاشم من الخمس فبهذا يتضح جليا بطلان ما قاله هذا المتعالم أمير القريشي من أنه لا يجب دفع الخمس هذا أولا وثانيا قد تقول ألم يستدل هذا الصعلوق بالتوقيع الشريف وهو أن الخمس قد أبيح للشيعة فلنسمع إليه على ما يتضح لكل متفحص وقارئ ومتبحر في علوم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يتبين له أن الخمس أسقط عن الشيعة برسالة الإمام عليه السلام الأخيرة ألا وإن الخمس قد أبيح أو أحل لشيعتنا هذا كتاب الغيبة للشيخ الطوصي صفحة 290 بسنده قال سألت محمد بن عثمان العمري رحمه الله أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الدار عليه السلام إلى أن تقول الرواية وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث والسعلوك أمير القريشي يقول بأن هذا آخر شيء صدر طبعا هذا الكلام هراء ويدل على أنه جاهل بأسماء السفراء الأربعة وتسلسلهم هذا كتاب الغيبة لشيخ الطوصي صفحة 358 تكلم عن السفراء الأربعة أنهم منصبون من جهة الإم عليهم السلام إلى أن نصل إلى صفحة 3293 فيجمع أسماء هؤلاء السفراء الأربعة بالتسلسل فيقول فلما مات عثمان بن سعيد أوصى إلى أبي جعفر محمد بن عثمان رحمه الله وأوصى أبو جعفر إلى أبي القاسم الحسين بن روح رضي الله عنه وأوصى أبو القاسم إلى أبي الحسن علي بن محمد السمري رضي الله عنه فلما حضرت السمر الوفاة سئل أن يوصي فقال لله أمر هو بالغه فكما ترون بأن محمد بن عثمان العمري هو السفير الثاني فإن كان الذي خرج منه مسألة باحة الخمس هو آخر شيء فالمفروض أن السفير الثالث لا يأخذ الأموال من الناس إطلاقا ولكن ثبت بأنه كان يأخذ الأموال من الشيعة هذا كتاب كمال الدين وتمام النعمة لشيخ الصدوق رحمه الله المجلد الثاني صفحة 478 قال ما نصه وحدثنا أبو جعفر محمد بن علي الأسود رضي الله عنه قال كنت أحمل الأموال التي تجعل في باب الوقف إلى أبي جعفر محمد بن عثمان العمري فيقبضها مني فحملت إليه يوم شيئا من الأموال في آخر أيامه قبل موته بسنتين أو ثلاث سنين فأمرني بتسليمه إلى أبي القاسم الروحي رضي الله عنه وكنت أطالبه بالقبوض فشكى ذلك إلى أبي جعفر العمري رضي الله عنه فأمرني أن لا أطالبه بالقبض وقال محمد بن عثمان العمري كلما وصل إلى أبي القاسم الحسين بن روح وصل إليه قال فكنت أحمل بعد ذلك الأموال إلى الحسين بن روح ولا أطالبه بالقبوض وفي صفحة 511 قال ما نصه حدثنا الحسين بن علي بن محمد القمي المعروف بأبي علي البغدادي قال كنت ببخارة فدفع إلي المعروف ببن جاوشير عشر سبائك ذهبا وأمرني أن أسلمها بمدينة السلام إلى الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح فحملتها معي فلما بلغت أمويه اسم لمنطقة ضاعت مني سبيكة من تلك السبائك ولم أعلم بذلك حتى دخلت مدينة السلام فأخرجت السبائك لأسلمها فوجدتها قد نقصت واحدة فاشتريت سبيكة مكانها بوزنها وأضفتها إلى التسع السبائك ثم دخلت على الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح قدص الله روحه ووضعت السبائك بين يديه فقال لي خذ تلك السبيكة التي اشتريتها وأشار إليها بيده وقال إن السبيكة التي ضيعتها قد وصلت إلينا وهو ذاهية ثم أخرج إلي تلك السبيكة التي كانت ضاعت مني بأمويه فنظرت إليها فعرفتها إلى آخره فإن كان السفير الثاني محمد بن عثمان نقل عن الإمام المهدي عليه السلام إباحة الخمس للشيعة ووجدنا بأن السفير الثالث كان يأخذ الأموال من الشيعة أيضا كما في هاتين الروايتين هذا يعني بأن إباحة الخمس الذي نقله السفير الثاني محمد بن عثمان بن سعيد العمري لم تكن إباحة لمطلق الخمس إنما هي إباحة لبعض الموارد والشاهد هو ما روي في كتاب الاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار للشيخ التوصي المجلد الثاني صفحة 73 بسنده عن أبي سلم سالم بن مكرم عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال قال له رجل وأنا حاضر حل للفروج ففزع أبو عبد الله عليه السلام فقال له رجل ليس يسألك أن يعطرض الطريق إنما يسألك خادما يشتريها أو إمرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطاه قال الإمام الصادق عليه السلام هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي من تولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال أما والله لا يحل إلا لمن أحللنا له ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة وما بيننا لأحد هوادة ولا لأحد عندنا ميثاق فالإمام الصادق عليه السلام كما ترون قد حلل الخمسة في الخادم والأمى والميراث والتجارة تكون مع الآخرين وهم لا يخمسون فلا يخمس عنهم وأما الغنائم من الأرباح وما تخرجه الأرض والغوص وغنائم الحرب وغيرها فيتعلق الخمس بها وهي باقية على حالها ثم يأتي الجاه الأمير القريشي ليفتي بأن دفع الخمس ليس واجبا وهذا كتاب الكافير الكليني رحمه الله المجلد الأول صفحة 103 بسنده عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال من أفت الناس بغير علما ولا هدى لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولا حيقه وزر من عمل بفتياه فأمير القريشي قد لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب اللهم أجرنا انتظرونا في حلقة ثانية لمناقشة القسم الثاني من كلامه هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر